كثف طيران التحالف غاراته الجوية على مواقع للحوتيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله الصالح في كل من صنعاء وصعدة وأب وأفاد شهود أن الغارات توالت منذ منتصف ليل أمس حتى صباح اليوم محدثتان انفجارات مدوية هزت صنعاء وبثت الذعر وسط السكان وأكدت مصادر يمنية أن مقاتل قبائل محافظة الجوف بسطوا سيطرتهم على منطقة اليتمى المحاذية للأراضي السعودية عقب اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين ويسعى مقاتل القبائل لتقدم صوب المنطقة الشرقية لمحافظة صعدة مع قل الحوتيين